هل هي نتيجة سلبية؟ هل نتيجة إيجابية؟ ولا كأنش ألم يكن؟ أنا بفوجة نظري كان مطش كويس من نادي الأهلي في ظل الأجواء ومعطيات المباراة أنت خارج من المباراة مع نتزى ملك خسران بتلعب بعدها بكم يوم في أفريقيا مع فريق صاحب بطولات عنده تاريخ في البطولة لعب على مستوى عالي تاريخها في البطولة بتاعة السنة دي مشها كويس بشكل كويس بتكسب برأ أرضها بتعادل على أرضها فرقة كويسة وفرقة محترمة معها مدرب كويس الجانب الثاني أنا برضو عايز أقول نقطة كده برضو وضحها للسادة المشاهدين أن أنا عايز الهجوم اللي كان على كولر خلال الفترة اللي فاتت أولا كولر أكتر واحد يعني يعني عارف وضع اللعيبة بتاعته تخيل أنت أسلام لو كان زي مثلا الفترة بتاعه موسيماني وما كانتش بالضغط بتاعة المباراة بتاع كولر لو كان سبت فريق وما غيرش إذا مغير ناس بتقول كل مباراة غير ناس ويلعب ناس مش عارف ما بتلعبش وناس كذا وكذا وكذا طب لو كانتش عمل دلوقتي الكلام ده كان إيه اللي هيحصل دلوقتي مع اللعيبة كانت لعيبة انتهت انتهت تماما ما قدرش توقف على رجليها لأن فيه لعيبة النادي الأهلي مع ضغط المباراة المحلية والإفريقية وكاس عالم الأندية وكلام ده كله مع معظم لعيبة النادي الأهلي منتخب مصر بتشارك مع منتخب مصر في الودي وفي الرسمي وبتاع كم مباراة غير عادي يعني اللعيبة دي لو ما كانتش بتغير طب إيه اللي كان هيحصل دلوقتي واخد بالك الزال لأنه وصل لمرحلة كمان من غير الإجهاد من الإصابات ولعيبة مؤسرة يعني مع احترام الكامل فريق النادي الأهلي أي حد بتقايد فيه هو لعيب كويس إنما لازال في بعض اللعيبة اللي هي سوبرستار اللي بتعمل الفارق أكيد بتأثر على الفرقة يعني ما حدش يقنعني إن في بعض اللعيبة الكلام ده بيحصل في الأندية الكبيرة زي ريال مدريد وبرشلونا والسيتي والليفربول اللعيبة برضو العالية كابتن ماهر بتبقى مؤسرة غيابها في المباريات كذلك النادي الأهلي فيه لعيبة أعمدة رئيسية في الفريق لما بتغيب بتعمل الفرق الراجل اللي بيلعب الموجود اللي بيبقى نازل بديل ده أنت أحيانا كولر كمان بيبقى فيه في بعض الأوقات أماكن الراجل الأساسي واللي احتياطي مش موجودين يا واحد مجهد والتاني مصاب بيضطر كمان يوفق واحد يا جاي من الآخر خالص يا إما واحد مش مركزه بيلعب فما تطلبش من الراجل اللي بيلعب في غير مركزه إسلامي أنت بتلعب بك رايت وأنا راجل مساك لو تزنق ولعبوني مكانك أنا دوبك هقد أن واحد دفعية بتاعتي دوبك عدي المطش عدي المطش يعني انت فاهم إزاي يعني دي اللي عايزة أوصلها للناس أننا مش هبقى زي إسلام بقى الوجبات الدفعية والتكملة الهجومية يعني فاللي حصل في الفريق أننا دلوقتي يعني أنا كمان الراجل بيغير ممكن التكتيج بتاعه أو الطريقة بتاعته أو الوظائف بتاعه اللي بيكلف بيها اللعيبة على حسب برضو التشكيلة اللي موجودة يعني هيلعب مثلا باتنين ديفندرات يعني لو كان عنده مثلا ديفندر الأساسي بتاعه ممكن يعتمد أن جنبه اتنين تمانيات إنما لو الراجل ده مش موجوده وباضطر جبته واحد تاني بيلعب في المكان ده فأنا لا ممكن أغير لأنه مش هيقدر يشيل القصة دي لوحده ممكن ألعب بقى اتنين ديفندرات ولعب واحد عشرة قدامه يعني أنا أقصد أن القصة دي كلها مش في حسابات الناس الناس بتبص الراجل ده كان كويس الماتش اللي فات عادته ليه يعني إحنا مثلا ماتش نزد لما تشوف التشكيل ناس لعبت ماتش الزمالك ناس تانية بتلعب ناس الماتش بتاعه مزيم بهناك ناس تانية يعني هي دي التوليفة اللي الراجل شايف إنه ممكن تلعب الراجل بيحسبها كمان مش بالماتشات ده بيحسبها بعدد الدقائق عشان موضوع الأحمال والاستشفى والحاجات دي فيه واحد لعيب بيبقى الاستشفى بتاعه أسرع من لعيب تاني فيه واحد ممكن يلعب كل تلت تيام عادي جدا مش فارع معاه العمار السنية بتفرق في موضوع الاستشفى وزي ما أنت عارف فالقصة دي كلها إنك في الظروف دي كلها والنادي الأهلي ماشي إفريقيا كان يمكن أحسن من السنة اللي فات ما نشاهدين السنين اللي فات كان الأهلي ماشي بتعصر في المجموعات ويطلع ويطلع والموضوع يبتدي المستوى يعلى شوية بمرور الوقت في المراحل الإقصائية السنة دي ماشي كويس في إفريقيا الحمد لله وبيلعب قبل النهائي وفي نفس الوقت في ظل المؤجلات الكتيرة بتاعت الدوري ماشي برضو لو كسب ماتشاته هيفرق عن الأول دلوقتي فمجمل الموضوع ماشي كويس الأمور جيدة ماشي خسرتهم عز مالك ممكن أي فرقة وارد أنها تخسر مش هتقدل تكسب على طول أنت ممكن يبقى الماشي صفر صفر ويجي واحد من الديفنسة أو واحد بيشوت كرة تخبط في واحد وتخش جون يبقى اسمه في الآخر مكسب فأنا عايز أقول أن الناس ما تاخدش بالقطعة الراجل ده عمل ناتيج كويسة جدا مع الناد الأهلي خلال السنين اللي فاتت واخد بطولات كتيرة ولسه عنده اللي جاي أنا شايف نتيجة كويسة ماتش مازنبي الماتش اللي جاي هيبقى صعب من الماتش اللي هناك يعني إحنا كنا متخللين هناك الماتش هيبقى صعب عشان الملعب هنتكلم عن الماتش اللي جاي في فوقته لكن كابتن مهل من خلال